يشكل غياب شبكة نقل عام كفؤة في عمان أساساً موضوعياً لدى المخططين في أمانة عمان الكبرى بهدف استكمال العمل على مشروع الباص السريع الذي تعثر منذ سنوات وتوقف العمل فيه قبل عدة أشهر بعد أن نفضت الأمانة الغبارة عنه وأعادت العمل على تنفيذه تفاصيل أوفا في التقرير التالي العمل لتنفيذ مراحل مشروع الباص السريع المختلفة جار الآن في شارع الأميرة بسمة وتليه مناطق أخرى طرحت الأمانة عطاءتها أو على وشك طرحها المهم في هذا السياق أن العمل في هذا المشروع يترافق مع البدء بتنفيذ مشروع الباص السريع عمان الزرقى أعادة إنشاء شارع الأميرة بسمة تم إعادة كاملة الاتفاقيات التي كانت مبرمجة والتي تم العمل على أساسها وإن شاء الله رب العالمين هذا المشروع الذي نحن فيه اليوم نطلع على أعادة إنشاء المشروع وإعادة إحياءه تم المباشرة فيه بشهر خمسة وإن شاء الله تعاقديا ينتهي العمل فيه بعشرة سبعة المراحل القادمة الآن في عنا عطاء تم طرحه بتقاطع الدوريات الخارجية على شارع الملكرانيا وسيكون العمل في هذا المشروع أيضا متواكب خلال فتح العروض خلال أقل من شهر ويبدأ بالعطاء خلال الفترة القادمة أمانة عمان تتطلع إلى أن يرى الباص السريع النور خلال عام 2018 بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية لتبدأ مرحلة استدراج عروض المشغلين خلال سنة 2018 إن شاء الله رب العالمين سيكون العمل يعني سيكون مشروع الباص السريع عامل في المدينة بإذن الله تعالى أمانة هي مسؤولة عن التشغيل وليست هي المشغل يعني لن تقوم الأمانة بتشغيل هو سيكون هناك إعداد لعطاءات من أجل التشغيل الباص السريع كما تقول الأمانة مشروع حيوي لوضع واقع النقل العام على السكة الصحيحة وسيلمس المواطنون إيجابيته ما أن يبدأ بالعمل موضوع الوفر المالي على المواطن يعني عشان أنا أوفر على المواطن ما يستخدم سيارته أو ما يستخدم هنقول يقلل من استخدامه للتاكسي الخاص أعتقد أنه سيكون هذا مجدي جدا المواطن اللي بتنقل على وظيفته يعني يخرج صباحا ويعود مساءا أكيد رح يخفف أزمة أكيد مليون بالمئة رح يخفف أزمة والله الباص السريع أنا شايف أنه ما بحل أزمة ولا شيء الأزمة موجودة عساس أنه فيه سيارات كتير وشوارع ديقة على الفاضي يعني الباص سريع الباص السريع إن قيد له أن يرى النور سيحدث كما يقول مسؤول الأمانة نقلة نوعية في واقع النقل العام في العاصمة ناهيك عما سيحققه من تحولات عميقة في الثقافة العامة للأردنيين اتجاه مفردات جمع في حياتهم اليومية